اشتركوا في القناة بيكون في ساعات المساء فبيكون مش العدد كامل بعملية التصويت فعشان هيك رح اترك اليوم المجال لكن رح اعمل تغيير انه رح احط اللي هي زي اشارة انه سؤال وجواب في فترة الاسئلة والاجوبة لما ندخل على مواضيع الفلك من بدايتها رح احط الاخبار الفلكية اللي هي الزوايا والتحركات وسعود ونحوس الكواكب والابراج كل برج رح احط له اسمه لما ببلش اتكلم عنه نوع من انواع التخفيف او التسريع للي بدهم يمشوا او ما بدهم يسمعوا لحد ما يكتمل التصويت ونشوف احنا ايش القرار اللي احنا بدنا نتخذه ان شاء الله تعالى وشكرا على دعمكم يعني لاحظت انه كثير من الاشخاص رموا الحمل علي انه مثل ما بدك ومثل ما بدي انا من تعرفي ما في عندي جهاز كمبيوتر فرح اضغط على جهاز الكمبيوتر فهاي لحالها قصرة رح ان شاء الله نلاقي لها حل اذا التصويت على حلقتين ولكن ان شاء الله انه بس يكتمل التصويت رح نحكي عن هذا الموضوع خلينا نروح على الاسئلة على اساس انه احنا ما نطيل بالمقدمة ياريت اذا عجبكوا المحتوى انه تدعموني باي شيء ان شاء الله اللي بدهم يشتموا هذو اللي يشتموني مش مشكلة يعني لانه هذا يعتبر دعم الي الديسلايك يعتبر دعم الي هم بفكرون انه لما بحط ديسلايك انه هو بنرفزني بالعكس انت لما تحط ديسلايك زي ما تحط لايك يعني هي انه في نشاط على الحلقة وهذا شيء ممتاز بالنسبة لانه طيب خلينا نروح على الاسئلة اول سؤال طبعا من صديق اللي هو فتحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير مساء الورد دكتور سعيد لو سمحت انا برج الثور والمدام برج الثور ايوة والحياة كلها مشاكل ليه المدام موليد تاريخ ميلادها وتاريخ ميلاده شكرا اليك دكتور بس امانة رد علي ان شاء الله انا قلتلك الاسئلة اللي بشوف يعني الها داعي للرد او انه الرد بفيد الكل فبرد عليها على اساس انه مش ارد بشكل خاص الا اذا في فائدة من وراء السؤال بتعمل جميع طيب انا راح اجاوبك اول شيء طبيعة برج الابراج المتشابهة يعني اي برجين متشابهات حمل وحمل ثور وثور جوزاء وجوزاء سرطان وسرطان اي برجين متشابهات بالقاعد الفلكية العامة دائما منقول هدولا اه يا متفقين يا مختلفين يعني ما في عندهم حل وسط يعني ما في عندهم الحل النقاش والحوار وشغلات هاي دائما يا بتفقوا على الحل يا باختلفوا على الحل وبتيجي من الطرفين مع بعض لانه اتنين بكونوا فاهمين بعض يعني بتكون الصفات انه متطابقة فعشان هيك المشاكل بتكون فورا من الطرفين او الهدوء من الطرفين طبعا بيكون لها اسباب الان انا راح ارجيكوا طريقة انه كيف احنا بنعرف الاسباب بس من اللي هو علم النمرولوجي اللي هو علم الرقم وهذا علم صعب جدا مش اي فلكي بيقدر يشتغل عليه الا اللي بيعرف في علم النمرولوجي هو علم من علوم الفلك وهو الكشف السريع احنا بنسميه ودقيق جدا بالمعلومات فلو اجينا شفنا هي اول رقمين عندها 16-5-1986 اول رقمين 16-6-1-7-7 بدل على العصبية والعنادة والغيرة والشك خمسة بعطيه الهوائية في المزاج الحساسية لزيادة عن اللزوم برضو عندها اللي هي الخيال الخصم ولو اجينا على الرقم الاخير 1986 بيطلع رقم 6 فبدل على العصبية والحدية والتمرد في لحظات معينة جهازها العصبي بيكون تعبان يعني بتكون عندها الام ضيق نفس او الام بالمفاصل او بالاعصب لو جينا جمعناهم مع بعض بطلع رقمها 9 فمنلاقي انه رقم سبعة خمسة ورقم ستة ورقم تسعة الناتج طيب التسعة المريخ يعني العصبية والعنادة برضو موجود وانه ما في حلول قراراتها بتكون نارية وانت بالنسبة للك سبعة وعشرين هاي تسعة واربعة بيدل على انه انت شوي يعني عندك النوع من انواع الحظوظ بالحياة او محظوظ بشيء معين ولكن مهمل في بعض النواحي الاسرية يعني مش قوي ولو اجينا على اخر رقم عندك منلاقي تسعة واحد بطلع الناتج واحد اللي هو الشمس اللي هو علاقة بالادارة او القرارات الصارمة وما في تغيير لالها مجموع ارقامك كلها مع بعض بطلع خمسة فلما بيجي عندي خمسة واربعة وتسعة فمنلاقي انه السيئات او السلبيات او اللي بتحمل الحمل الاكبر في الخطأ او المشاكل هو انت انت بتوعد او وعدت باشياء انت اتخذت قرارات معينة اهملت او اذيتها ببعض الوعود ممكن هي اتخذتها عليك كانه انت ما بتلتزم بالكلام انت بتراوغ بالكلام مهمل رامل حمل عليها او الوعد عليها فهذا الاشي سبب نوع من انواع الخلاف لانه الموليد برج الثور الانثى تحديدا بدها الاهتمام والصدق والاخلاص والعطف هدولا اهم النقاط لازم انت تكون يعني ماشي فيهم ما تخلف فيهم نهائيا اذا اهتميت والاهم من هدولا كلها العنصر الخامس انك انت ما تكونش بخيل وتكون كريم تدعمها فاذا قصرت في واحدة من الخمسة هدول اعرف انه في مشكلة واكيد انه معظم المشاكل اجت من الخمسة هدول اعذرني الصفات المشتركة هي دائما هيك فما في حل الوسط مثلا انك تقعد تحاورها او تناقشها او انك انت تصل لحلول ما بينك وبينها لانه هي تقريبا ملت من الوعود هي بدها تفاعل او بدها قرارات او بدها انك تلتزم بالوعود اللي انت بتحكي فيها وتهتم فيها وتعطيها عواطف وتكون مخلص لها هاي اهم النقاط بالنسبة للسؤال الثاني دكتور هذا مين ايمان ايمان بتسأل دكتور الله يعطيك العافية ربي يحميك ويشافيك اه بكون فيكون اللهم امين اه عندي سؤال مهم لو سمحت انا بفترة من فترات حياتي طلبني شاب ورفضته هو كان بيعمل بامور السحر والشعوة دي وبعدها اه سنوات ووقف نصيبي وصحتي تعلعلت واتعبت اه كل اللي حسبولي قالوا مسحورة وما عندي غير الدعاء بس اه مرة فلكي يلي معمول لسحر بيتجدد كل ما تدخل الشمس لبرج الحمل وما بينفك لانه عامله على حسابات معينة هذا الشيء صحيح وبيصير اه او لا الله يوفقك دكتور جوابني اول اشي انا بدي احكي لك نقطة على اساس اني اكون واضح معك في هاي الامور اول اشي بما انه دخلنا في امور لها علاقة بالسحر والشعوذة فهذه مسألة شوي حساسة بتطلب انك تركزي معي في الكلام يا اخت ايمان اول اشي بالنسبة لامور السحر امور السحر والشعوذة ما بيحسبها واحد حسابيا او بيكشف لك من بعيد وبيجي بقولك انه معمولك كذا وكذا لانه لازم يكون على مراحل عالية من العلم وعنده علم خاص في اشياء معينة ما بقدر انا احكيها فبيصلى الجواب ولكن لما بيجي بقول انه تدخل الشمس لبرج الحمل وكل ما دخلت بتجدد السحر فمن هنا هذا بيّن انه هو نصب لانه اولا برج الحمل ما الو علاقة بالاسحار لانه هو الو علاقة بالمريخ والمريخ كوكب اساسا لا يصلح لعمل الاسحار يعني هو ممكن يعطل شيء ممكن يؤذي ممكن للضرب لشغلات اللي زي هيك ولكن مش للسحر يعني عشان انا اجيب لك ايها علميا فهو انا بما انه قال انه يتجدد وماليقيش غير برج الحمل فهذا كذب واحد اثنين بما انك انت بتعاني من اشياء فما بقدر اقول لك هذا وهم وما في منه لانه انت اللي بتعاني من هاي الامور وما بقدر انا ابتلك اياها بشكل صحيح فعشان هيك انا بطلب منك شغله في القناة الثانية الرابط موجود في صندوق الوصف بتروحي تفتحي على الرقية الشرعية او بتكتبر الرقية الشرعية بصوت سعيد منع بطلع لك رقية بتسمعيها ما عد ما تسمعيها بالكامل اذا شعرتي بشيء غير اعتيادي او شعرتي بتعب او ايش الاحساس الصعب اللي انت حستي بتكتبي لي يا بالتعليق بتكتبي لي انو انا حسيت بكذا وكذا 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 ماشي هذا واحد ممكن انا اعطيك الجواب للاشي اللي انت بتشعري فيه هيك عشان نتأكد انه فيه سحر او ما فيه سحر لو انت موجود في الاردن بقولك لو كان اعتى انواع السحر اللي معمول لك شو ما كان بتوصل انا وياكي وباذن الله تعالى بنفك باسرع مما تتخيدي شو ما كان نوع السحر ما فيه سحر ما بنفك اللي علم انو كيف ينعمل بعلم اشخاص كيف يفكوا فهاي قاعدة بدك تكوني واثقة منها ولكن احنا عشان انا اتأكد ما بعرف انتي وين مقيمة فعشان هيك بقولك اسمعي وبعد ما تسمعي اكتبي لي تعليق وان شاء الله اني انا ما بقصر معك وبعطيك الجواب زي ما سعدت كثير من الموجودين على القناة بس بطريق المواصلة بدون ما اعرفهم وبدون ما يعرفوني جربي وان شاء الله انو بتكون امورك طيبة سؤال مساء الخير دكتور سعيد ربنا يعطيك الصحة والعافية مساء النور الله يعافيك يا رب ان شاء الله ويتقبل منك دكتور سعيد سؤال في ناس بتجيب احجار وخصوصا حجر اسمه عباس اباد وبيقولوا انو بساعد في تجنب طاقة سلبية وهو كله باذن الله طبعا بس كاعتقاد انو الحجر فيه طاقة بتجنب طاقة سلبية وغير ده فعلا حجر كريم وممكن فعلا يساعد فيه تجنب الطاقة ولا مجرد كلام شكرا لحضرتك انا بدي اجاوبك بكل وضوح وبسرعة نا كلام يعني انا احكي لك يا كلام ونصب واحتيال كمان هذا الحكي الابراج او برج الشخص كل شخص على حسب برجه وحسب طالعه بناسبه حجر معين مش اي حجر بناسبه وكلمة انو حجر بطرد الطاقة السلبية او بنظف الطاقة السلبية هاي الحالها بتحكي انو نصد لانو من المفروض انو الحجر الكريم له شغل غير هذا الاشي هو بيشحن الشخص بطاقة عشان هو يكون عنده قدرة تجنب الامور السلبية ولكن ما بطرد ما فيه اي حجر كريم مهما كان نوعه بطرد الطاقة السلبية او سلبية الكواكب ماشي فهذا كلياتها مسميات كل فترة بطلع لنا واحد باسم وبنشهر هذا الاسم وبكون مش حجر كريم اساسا او ممكن يكون نوعية من العقيق محفور عليها او بكون نوع من الزجاج حتى عساس انو ما يخسروش انو جيبلك عقيق يعني فعشان هيك انا ما بنصح حد ياخذ اي حجر كريم من اي شخص من ادولا اللي بطلعوا على النت او على اليوتيوب او بيروجوا انهم هم ببيعوا احجار كريمة واصلية ومخدومة وبلف الحجر وبنط الحجر وبمشي على المغناطيس وبمشي في كاسة المي ومش عارف ايش كله هاد اسليم نصب واحتيال كل واحدة منهم لها طريقة كيف تنكشف لو انا عندي امكانيات الكاميرا والفيديو والشغلات انا بعمل لكم مش حجر كريم انا بجيب لك اجزاز عادي زجاج بلاستيك من الشارع وبخليه مش يرقص بخليه يعلق في الهواء ويصير يلف لحاله وهي كلها خدع ملهاش علاقة بالروحانيات ولكن هي خدع باستعد خدموها انا ما بنصح اي واحد يلجأ لها او يجيبها بنصحك اذا بدك حجر كريم بتروح على جواهرجي او شخص ببيع الاحجار الكريمة المتخصص في هذا الشيء كمحل مرخص ببيعك الحجر الكريم وبيبيع شهادة معه اللي توثق نوعية الحجر قديش هو نسبته سقله وين مكانه منشأه ثمنه كلها هاي بتكون محفوظة للك وهايه الاحجار المضمونة اما لو انا اجيب قلتلك عندي حجر كريم دبيعكية اذا ما كان الحجر هاد معتمد بالشهادة قول عني نصاب مباشرة فالاحجار الكريمة لها اصحابها هم اللي بتاجروا فيها او بيشتغلوا فيها مش تعون التحف اللي بيشتغلوا بالتحف او اللي بيشتغلوا بالمسابح والسبح والاشياء اللي زي هيك هدولا معظمهم بيشتغلوا في نوعيات من الزجاج مسقولة او مصنعة يدويا مش احجار كريمة التعون الاحجار الكريمة هم تخصصهم جواهرجية احنا بنسميهم في الاردن او اللي هم بيشتغلوا في احجار كريمة معتمدين وعندهم تراخيص والشهادات بالاشياء اللي بيبيعوها وين مسألتي عنها بتلاقيها موجودة وسعرها معروف وما في مجال للنصب فيها السلام عليكم دكتور هل يصلح الزواج في فترة تراجع زحل؟ طبعا ما في اي مشكلة للزواج في فترة تراجع زحل هي الفترة اللي دائما احنا ننهى عنها فترات الزواج هي فترة تراجع زهرة مش زحل العقود او اللي بدهم يعقدوا عقد قران او زواج في فترة تراجع عطارد منقولهم دققوا بالتفاصيل وامسكوا حالكم من العصبية اما انه ما بعطل فترة خلو المسار اذا اجيت مثلا بدك تطلب وحدي فجأة في فترة خلو المسار منقولك انه ما بصير ولكن اذا كنت عقد النية على عقد القران قبل خلو المسار واجا وقت عقد القران او زواج في فترة خلو المسار عادي ما في اي مشكلة لانا كنت بتتمم الامر اما فترة التراجع للكواكب انا ما بشوف فيها اي ضرر ولكن يصلح انك انت تنتقي يوم للزواج يكون حركة الكواكب فيها خصوصا ما بين الزهرة ما بين المريخ ما بين القمر هدولة الثلاث يكونوا سعيدات لما يكونوا سعيدات بتعطيك ايجابية وايضا موضع القمر وين بيكون برضو الو دلالات على امور الزواج بتكون جيدة ان شاء الله سؤال الله يسعد ايامك دكتور ويسعدك يا رب ممكن نتألف كتاب عن الابراج والكواكب والطبع يكون صدقة جارية اليك تحياتي والله يا صديقي مخطوطة الكتاب مكتوبة من اكثر من عشر سنوات مخطوطة ومكتوبة وموجودة عندي وتنقحت اكثر من مرة وتغيرت اكثر من مرة وعقدت النية على طبعها اكثر من مرة ولكن الطباعة بتطلب مبلغ من المال ومحد من المطابع باخذ الكتاب على اساس الا انه بدي يتاجر فيه ان شاء الله انه ربنا يفرجها ماديا ورح اعمل الكتاب هاد ورح يكون صدقة باذن الله تعالى ما نبتغي منه الا مرضات الله عز وجل ممكن انه في نوعية ثانية من الكتب اللي هي جزء ثاني او ثالث اللي هي المستويات لانه رح يقسمه لاكثر من المستوى لانه عدد الصفحات فيه يعتبر هو كمجلد يعني ثلاث مجلدات فعشان هيك ممكن انه الجزء الاول منه نعمل صدقة عساس الناس تستفيد منه للناس العامة ولكن اللي بدو يتعلم اكثر بثمن بسيط جدا رح يكون هو بس عساس انه ثمن المطبوع او ثمن القيمة الطباعية للكتب عشان نستخرجها هي نوع من انواع الدعم للقناة ولا دعم لهذا ولكن هو مش لثراء يعني اللي ما يزيد ثمنه مثلا عن ثلاث دولار او خمس دولار يعني فقط لا غير وان ما وجدنا فرح اعملوا ملفات بدي اف واجهزوا على شكل كتاب وانشروا لوجه الله تعالى على الكمبيوتر واللي بدو يطبعوا ويطبعوا السؤال الاخير اذا كنت اسد طالع برج اسد طالع عذراء ركز على اي توقعات بالضبط اه طبعا بتوخذ على اثنين بتركز على اثنين اه عاشقة السعادة اه بتركزي على الاسد بتسمعي الاسد وبتسمعي العذراء ولمدة شهر تقريبا بتظلي تسمعي لتشوفي مين اللي مأثر او مسيطر عليك اكثر بالتوقعات هو اللي بتاخذي فعادة البرج هو بعض الصفات العامة او التأثيرات العامة وتأثيرات المجتمع عليك الطالع بيحكي عن الأمور الخاصة نفسيتك وتقلبات نفسيتك ومزاجك وعصبيتك وحديتك وطريقة التعامل مع المجتمع فانا بفضل انك تاخذي الاثنين وتدمجيهم مع بعض اذا بدك تعرفي الغالب عليك اكثر هي بدك تسمعي لمدة شهر وتحددي مين اللي بنطبق عليك اكثر والتابعي طبعا في بس ملاحظة بسيطة الاشخاص اللي الفترة الماضية بعثولي على الواتساب رقمي طبعا مش رقم مبهم انه ما حدا بعرفه انا حاطه في صندوق الوصف على اساس انه الشغلات او الاشياء المهمة يعني الاشياء اللي بحاجة ضرورية لخاصية او الخصوصية العالية جدا فانا حاط الرقم لا الو او للي بدهم يدعموا القناة او يتبرعوا للقناة يتواصلوا معي على اساس ياخدوا بياناتي لتحويلات وطبعا قليل جدا لاخدوه احنا حاطناها هيك يعني الحمد لله رب العالمين ناش ندخل لموضوع التبرعات لانه اشي بي نغى يعني بيسمي البدن فالله يكرمكو ويوفككو فانا الفترة الماضية ما رديت على كثير من الرسائل هاي السبب انه الوضع الصحي عندي شوي بحاجة لمراجعات طبية ولأدويها في الفترة هاي فصعب اني انا ارد على اي شخص بالفترة لانه بدي اركز مزبوط للاجابي لاني ما رح اجاوبك بطريقة عفوية ولا بطريقة انه يعني بس اني بدي اجاوب وهذا غلط يعني مستحيل اني اعمله لاني لازم اعطيك الاهتمام الكامل والجواب الكامل عشان يعني اكون ارضية رب العالمين قبل ما انه اكون ارضيتك انت فاعدروني ان لو انا اهملت ممكن الاسبوع الجاي القادم او الوالد ابوي عنده عملية خطرة او صعبة شوي احنا مرضو مشغولين معاه لانه اه الها علاقة باستقصال الكلا واجزاء من الامعاء او المسالك البولية فعشان هيك شوي رح اكون مهتم في او اركز معاه اكثر فرح يكون صعب علي اني انا اجاوب على الاسئلة لاذا بلاقي شيء ما بقدر اني اجله للجواب فممكن في ساعات المساء اني انا اجاوب على هاي الاسئلة فاعذروني خلينا نرو على توقعات اليومية طبعا توقعاتنا اليوم لا يوم الاثنين اربعة عشر حزيران اربعة عشر ستة القمر اه اليوم انتقل واستقر في برج الاسد وهو الان في منزلة الجبهة وهي المنزلة جيدة للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو رح تم يمكث القمر فيها لغاية الساعة عشرة وتسعة واربعين دقيقة بتوقيت جرينيتش وكل الاوقات الي احنا عم نحكيها بتوقيت جرينيتش بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والاصلاح ولكن اليوم كل الكواكب او الزوايا اللي رح تتشكل هي زوايا خطيرة لها دلالاتها فالقمر رح يكون منتحس فلا اسباب رح نوصل لها ان شاء الله طبعا بما انه القمر موجود بالاسد فتأثيرات برج الاسد رح تأثر على الجميع في هاي الفترة بيكون الناس من حولنا اكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب ووسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة ووسعنا اقتراض المال واستثمار او اقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا النا اما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا اليوم عنا ثلاث زوايا فلكية منهم زاويتين بطيئات وزاوية خطيرة بطيئة بين كوكبين كبار فاول زاوية هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة سبعة وعشرين دقيقة مساء طبعا في ساعات الصباح تأثيرات الزوايا يوم امس ولكن هاي من ساعات الفجر تقريبا بتبلش تأثيرات الزوايا هاي لغاية المساء على الجميع فهاي الزاوية ذروتها في ساعات المساء وبتستمر من ساعات الصباح لا يوم غد فعشان هيك بتكونوا حذرين من الزوايا اللي انا راح احكيها اليوم هاي الزاوية بين القمر وبين زحل زاوية التقابل هي يعني بتخلينا نواجه مصاعب وعراقي اللي بتطلب منها اننا نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوط بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين اورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة سبعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية الخطيرة اللي انا حكيت عنها هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين زحل وبين اورانوس وهاي دروتها الساعة عشرة ودقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني احنا بلشنا فيها اللي يومين نشعر فيها في حدية سياسية صارت في المنطقة بشكل كبير الان الاحداث اللي قادمة هي اللي راح تكون صعبة شوي هاي تأثيراتها على الافراد علينا بتجعلنا مندفعين في تصرفاتنا وفي قراراتنا بشكل سلبي مما قد يوقعنا في مشاكل مستقبلية فعشان هيك بدك تراجح حالك وبدك تعدل العشرة يابل ما تتخذ اي قرار او تتصرف اي تصرف او بتتخذ اي اجراء لانه الفترة هاي معظم اللي بدهم يتخذوا القرارات بتكون متسرعة وممكن يندم عليها مستقبلا وبتجعل بعض الاشخاص يتسرعوا بالانضمام لجمعيات او تجمعات او جماعات بدون التركيز بشكل جيد لا باهدافها ولا برأي الاخرين ولا بقراراتها فعشان هيك بتضر فيهم لاحقا عشان هيك ما تتسرعوا بقراراتكم مهما كانت اما بالنسبة لدوليا ايش تأثير هاي الزاوية بتدل على تغييرات او ازمة مفاجئة في الحكومة اي حكومة طبعا معرضة لهذا الشيء احتمال وقوح حوادث طبيعية مدمرة زي عواصف زلازل سقوط طائرات حوادث سكة حديد وبرضو بتدل كذلك على اضطرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة طبعا بالنسبة لخلو المسار القادم القمر موجود الان بالاسد خلو المسار القادم بيكون يوم الثلاثاء خمسة عشر ستة بيبدأ في تمام الساعة خمسة وستة وعشرين دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى اليوم التالي اي لا يوم الاربعاء ستة عشر ستة حتى تمام الساعة ثلاثة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذرة اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد اربع ايام في تمام الساعة خمسة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بيصبح خمس ايام نسبة الاضاءة عشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في الاسد حتى يوم ستة عشر ستة منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية عطارد في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين ستة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم 27 ستة سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوبيت راجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% قرانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم هذه فترة مثمرة وإيجابية ممكن تنجح بحملة ترويج مثلا لسلعة معينة أو لأمر معين عشان هيك لازم اليوم تكون جريء بالطرح وبرضه في نفس اللحظة بدك تركز وبدون عصبية ابتتسارع معك الأحداث بشكل مميز واستثنائي خلال هذا اليوم وممكن اليوم تتلقى جواب أو عرض أو تنجز بعض الأمور المهمة برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم ممكن تجد تعاون من أفراد العائلة وممكن تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلة حاول أنك تتخلى عن المواقف المتحفظة أهم شيء أنك تتجنب العمليات الجراحية وحاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة حاول أنك تستشير طبيبك إذا شعرت ببعض الحاجة للأمر ولكن الأهم أنك ما تحمل بيتك برج الجوزة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة وبيكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ممكن اليوم تطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وممكن اليوم تكثر عندك الزيارات والتنقلات والاتصالات بشكل كبير برج السرطان ثم فرصة لمكسب بيجي مالي بيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذر من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول أنك تدقق بالتفاصيل وممكن اليوم تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفاعل وتقدم وتتحرك ولكن انتبه على أموالك ومصاريفك برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي وممكن اليوم توضح وجهة نظرك وتهتم بمظهرك اليوم ممكن تشعر بالحماس الفائضة وتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد بتمترك الأفكار الباهرة وحلول مذهلة بتبدأ صفحة جديدة في حياتك ممكن شوي يعني تكون ملامح لتغيير قادم برج العذراء بيسيطر التعب عليكم ولكن بتكوا تحاولوا انكوا تنظموا أموركم وعندكم وتركزوا على المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم خصوصا أثناء التعامل مع الغير حاذر من الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة وممكن اليوم تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار ولا تكون لجوج لأنه ممكن يخذ لك الحظ حاول تصبر لحديث ما يوصل القمر لعندك برج الميزان بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة بتكون عندك تنقلات مهمة اليوم وبتتمتع بسرعة خاطر ممكن اليوم تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية بشكل واضح وحتى السياسية وممكن تعرف لقاءاتك نوع من أنواع الدعم أهم شيء أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي وحاول أنك توطد علاقتك بالمسؤولين برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك واتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها الفترة هاي بتطلب منك أنك تحافظ على سمعتك لا تحاول تخالف القوانين ولا تدخل بأعمال مشبوهة وسيطر على انفعالاتك برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وخاصة لبعيدة وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد اليوم رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن اليوم بعضكم يسافر في رحلة أو يفرحوا لانفراج وتسوي مهمة اليوم بتهتموا بهواية جديدة عندكم حيوية ومتحمسين لمتابعة المساعي وكذلك عندكم القدرة على التواصل مع المحيط بشكل كبير اللي عندهم امتحانات بس يركزوا وما يعتمدوا كثير على الحضوض بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي عادة من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن اليوم تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها ممكن اليوم تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة برضو عندك القدرة اليوم تعالج الشؤون العائلية المهمة بحكمة ومنطق ولكن حاول إنك برضو إذا عصبت تسيطر على انفعالاتك برج الدلو بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بدعمكم في تعزيز الشراكة العاطفية والمالية وبرضو هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر حاذروا من الخلافات وما تضخموا الأمور اليوم بتبدو مرهف الإحساس ومتوتر بسبب قلق ما حاذر من إثارة العدوات والبلبلة لأنه شوي مزاجك متقلب وشوي عندك نوع من أنواع العصبية ممكن تثير النفور من حواليك برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم وما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية وكون دقيق ومنظم ومراعيا لظروفك المعنوية الاهتمام رح يكون على العمل مع زملائك بالعمل وإنجاز الأعمال حتى ولو تعمل ساعات إضافية بس بالمقابل ما تهمل صحتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء